بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين أحبائي الأسبوعين دول أكتر من شخص وحينا في اليوم الواحد أكتر من واحد بيشتكي الشكوى بتاعته بيقول يعني كمثال أنا تعبان بمرض مراتي تعبانة في الشغل وولادي في منهم عينين إلى آخر فإزاي ربنا يسمح بأن العيلة كلها بتتألم هل دي خطية في خطية أنا ارتكبتها بسببها بتألم أو ولادي بيتألمه بسببي ولا إيه هدف ربنا من التجربة اللي احنا عايشين بيها في الأسرة كلها ده خلاني أبتدي أفكر جديا حتى في مكالماتي الخاصة اليومين دول عن شخصية أيوب المتألم والمجرب بطريقة لا تحتمل حسب فكرنا البشري في لحظات الغنم والبقر يعني الحيوانات بتاعته راحت سرقت أو اتخطفت ولاده وبناته وقع عليهم البيت وتدم جسده بدأ يدخل في أمراض لدرجة أنه غطت كل جسمه فتلاتة من أصدقائه محبين لي جدا وجايين بنية صادقة وفوجئوا بالمنظر لدرجة أنهم قاعدوا أسبوع قدامه مش هادرين يتكلموا وبعد أسبوع بدوا يفتحوا الحوار وتقريباً التلاتة بطريق أو بآخر كل اللي قالوا يا ترى إيه اللي انت عملته مستخبي عشان يحل بيك كل ده الحوار كان طويل وأكتر من مرة وانتهى بأنه بصراحة أيوب قال لهم كلكم يعني معزون متعبين كلكم معزون متعبون طبعاً قصة أيوب كلها معروفة ويقال أنه في أيام إبراهيم أو ربما في أيام يعقوب يعني قبل ما بدى النموس وشعب الله يعني وهو مش من ناس إبراهيم لكن كان إنسان تقي بيقدم زبائح يومية عن أولاده جامع الولاد مع بعض في سلام كامل بيتقابله في بيت من البيوت من الأولاد أو البنات والمنظر جميل وتكلم عن نفسه إنه يعني مفيش لقمة بيأكلها إلا وبيشرك الأيتام فيها ومفيش حد متقلم إلا وهو بيعمله كأب فتجاثر التلت أصدقاء وقالوا له الكلام ده من برا لكن ما نعرفش جواك في إيه حتماً الله عادل ومش ممكن يكون سمح بكل التجارب بتاعتك دي لو في حاجة أنت عملتها ففكرت كده إيه اللي ممكن يعني لحياتنا بالأخص المتقلمين والتعبنين والمجربين مش هقول إيه اللي نقوله لكن إيه دورنا أحنا وإيه دورهم هما قدام التجربة أو التجارب اللي بيسقطوا فيها إبراهيم لما تقابل مع ربنا زهر له ربنا وبعد ما عمل وليمة غالباً هو كان الله مع ملكين البعض الطوايف بتقول إنهم دول ثلاثة تقانيم على أي الأمور ربنا قال بمحبة كده هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله إيه الحب ده كله رب ومين يطلع إبراهيم جنبك وبدأ يحكي له على اللي حيحصل في ساد ومعامورة وكان رد الفعل بتاع إبراهيم يقوله إيه أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً زي تتقاثر إبراهيم وتقول الكلمة دي أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً اللي قاله إبراهيم في الواقع أحنا بنقوله اللي ما كانش بقنا بفكرنا إزاي هذا الإنسان اللي سخي في العطاء مثلاً مع الفقرة واللي بيقدم زبائح أو تقدمات كثيرة واللي ليه صلوات طويلة واللي هي الديسنت في تعامله مع الآخرين ليه بيسمح له ربنا بهذه التجارب قصة أيوب خلت فيه شوية أسئلة بتحصل لغاية النهاردة وبنحتاج أن احنا نقدم عنها إجابة هل هذه التجارب الغير محتملة بسبب خطايا ارتكبها الشخص سواء كان علانية في الظاهر أو كانت خفية حتى ربما مخفية عنه مجرد بتمره بالفكر أو في عماقه من جوة هل سبب التجارب دي هي الخطايا الخفية والظاهرة ليه بيسمح ربنا بالضيقات لأحباء ليه يعني حتى سمح ربنا أنه هو طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه الوحيد طبعا غير عيسو لأن ابن الموعد إسحاق المحبوب لديه المطيع الشاب وهو عجوز إبراهيم ومامته كبرت في السن ويقول له قدمهولي زبيح فليه بيسمح للأطقياء ولد ربنا في العهد الجديد أو أحباء وأبرار في نظر الله أطقياء ليه بيسمح لهم بالتجارب هل انتفع هل انتفع أيوب والأصدقاء سواء التلاتة أو الصديق إليه الشاب التقي هل استفادوا من هذه التجارب السؤال المهم أوي هل كان أيوب رمز لسيد المسيح المتألم ابن الله الوحيد وما موقف الله وموقفنا نحن من المتألمين السؤال الأخير لماذا طلب ربنا من الثلاث أصدقاء أنهم يطلبوا من من أيوب يقدم زبائح عنهم ويشفع فيهم لما هم من كفاية يعترفوا بخطاياهم ويقدموا الزبائح لازم أيوب هو اللي يعمل كنا نفسي كده في القعدة بتاعت النهاردة نرد للناس المتألمين وللنفسنا قبل ما نرد للآخرين فأول حاجة إيه اللي انتفعوا أيوب من هذه التجارب تجارب في ممتلكاته في أولاده في جسده في مراته اللي قالت له هي طبعا في الإنجيل مكتوبة بارك الرب ومت لكن تلاقيها من تحت الترجمة الحرفية إيه عن الرب ومت وصلت بيها نقلت له سيبك من ربنا بتاعك ده اللي جاب لنا كل المصائب أول حاجة انتفع بيها كل يعني بالذات برأيوب إنه نلاحظ في سفر في سفر أيوب إنه بدأ يكتشف حاجة في غاية الأهمية بصراحة بصت كده أيوب وقال مين يقدر ييعرف فكر ربنا ما أنت كنت في الحوار بتاعك بتقول لهم أنا اديت للفؤرة واهتميت بالأيتام وكنت أب للحوالي دلوقتي بدأ يعاتب نفسه يكتشف إنه هو مين يقدر يعرف فكر ربنا أكيد في خطة عند ربنا لا نعرفها ولا أصدقائي عارفينها ولا حد من البشرية أحيانا يقدر يعرف خطة ربنا وده اللي قاله معلمنا بولوس الرسول في رسالته إلى أهل رمية يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء في رمية 11 الآية 33 أجمل حاجة تمتع بيها أيوب إن بدأ اللي كان بيتكلم عن نفسه إنه بار وخير ورقيق وقبل الآخرين بدأ لا ده أنا بديت أكتشف فين أنا من أحكام الله الفائقة أنا ما بقدرش أحلل التصرفات المنظورة قدامي هيا أنت تحصل حاجة وتسأل واحد ليه إيه ليه اللي حصل ده يقولك مش عارف هل أنت بالمخ اللي ده بتاعك مش قادر تشوف وتحلل الحاجات اللي بتمسك وتطلب من نفسك إنك تحلل خطة الله وأحكام الله وتدابير الله العجيبة فأعترف أعترف أيوب في النهاية إنه ما أبعد أحكام ربنا عنه كنت فين يا أيوب لما ربنا خلق العالم كنت فين أو تعرف إيه عن حتى الرياح بتبتدي من فين وتنتهي فين أمور كثيرة سألوا فيها ربنا معرف يجاو فقال له أنا سلمت أنا واثق إنك بتحبني وتهتم وخلاصي وإنه حتحول كل التجارب ده للخير زي ما قال معلمنا بولس الرسول كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبونه أذكر كمثال يعني في يوم كان فيه شاب صغير توفى وبعدين بابا سأل سأل أحد الأحباء قال له يعني ربنا ده مش حسس بي أنا كأب قد إيه أنا متعلق بإبني يسحبه هو صغير ده أنا كنت متوقع هو اللي يدفني هو اللي يملك الجنازة ويدفني ويعيش بعدي أنا أدفنه وأذكر في أحد المرات وأنا كنت وقتها في كنيسة العذرة كيلو بطرة لما كنت ممنوع من أن أنا أدخل كنيسة مرجرج سبورتنج زي كل الذين الكهنة اللي اتخدوا في أحداث أنور السادات في يوم أنا طالع من كنيسة لقيت واحد بيبكي أعرف فأخدتوا معايا دخلتوا الكنيسة مالك حبيبي قال لي بص أنا كان وقتها بياخدوا درائب كتير عن الميراث فقال فقال بدل ما حكتي أولادي ما ياخدهاش فأنا سجلت السئة أنا عندي ولدين نص ممتلكاتي كتبتهم باسم الولد وقسم النص التاني بالولد التاني وكانت المفاجأة الاسبوع ده أتفيل إن كان ده الطيور تأكل منها وتبوز فحتعمل إيه قال هقص أقطع التفاح قبل ما تيجي الطيور أو الدود يأكل التفاح قلت لي هو ده اللي عامله ربنا معك هو عارف إن ابنك ده أحسن وقت في عمره لأنه هو ردي إنه إيه إنه يبقى الفكهة الجميلة هيبقى الوردة الجميلة في الفردوس فربنا لقطه علشان ما يتعاملش مع أحد من الأصدقاء وحش أو ظروف معينة تحصل تبوز له حياته فإنت هتطلع تلاقي التفاح الجميلة قدام السمائيين أو الوردة الجميلة في الفردوس فده يعني حسب فكرنا البشري لكن بلا شك إن في حاجات كتير أحنا ما نعرفهاش إيه كان يحصل لو هذا الإبن عاش ونذكر أيضا يمكن قلتها المرات اللي فاتت أحد الأحباء راهب متوحد بيعاتب ربنا ليه الكنصر مالي الدنيا وعائلات كتير تعبانة يا أم الأباء والأمهات حد منهم يتوفى أو الاتنين يتوفوا يا أم الأطفال حد منهم يتوفى ليه ربنا بيسمح بهذه الأمور فبيقول أنا زهر له ملاك وأخده وورا أعداد ضخمة جدا قالوا شايف كل دول قالوا أه قالوا دول دخلوا الفردوس بسبب السرطان تابوا تابوا ورجعوا وبيعوا عايشين هنا فرحانين والأيلة حتتلم في يوم الرب العظيم وحيتقابلوا كلهم وحيكونوا كلهم في المجد فأحنا بنبص النهاردة إيه اللي بيحصل حد بيموت حد بيعيا حد دخل في كارثة حد فقد ممتلكاته لكن ربنا بيبص إيه إزاي النفوس دي في يوم من الأيام يصيروا كملائكة الله ويبقوا ورثة 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 الله زيما بيقول الرسول بولس ووارثون مع المسيح إذن أحب ربنا ليه أحكام جميلة في الضيق بس لو أحنا نسلم ونقول مع أيوب إن أنا خلاص أنا عرفت جهلي وضعفي وعجزي عن إن أنا أحلل تصرفات ربنا أو خطة ربنا سواء بالنسبة لي أو لعيلتي أو أصدقائي أو أي حد في المجتمع أيوب أيضا استفاد من حاجة جميلة جدا وهي إنه شعر إنه عاجز عن أن يجاوب ربنا في الأول كان يعني داخل بصدره ده أنا إنسان معروف في كل المنطقة ولي ولي تقديماتي اليومية واهتمامي بخلاص ولادي وبناتي ونقصني إيه النهار ده واقف قدام ربنا قال له أنا مش عارف أجاوبك يا رب ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرق عن الاستقصاء وده ده بركات التجارب أحيانا يقف الإنسان قدام نفسه وقوله ربي مين حيادر يعرف حياتي مين يعرف إيه خلاصي وأبديتي مين يقدر يقودني في طريق الخلاص ويدخل بي إلى الأبدية اللي أنت تعمل يا ربي حتما ده لبنيان نفسي والبركات للعيلة والبركات للكثيرين أيضا أعترف أيوب في الأصحح العاشر أنه هو مش قادر يفهم ربنا كان فاكر أن نفهم كل حاجة عن ربنا لأنه الإنسان صح التعبير المدلل عند ربنا صحيح الإنسان المدلل لكن إمكانيات البشرية وتفكير البشري يختلف عن خطة الله وتدبير الله وأعمال الله الفائق الشعر أيضا أيوب أنه هو حقيقة شوية أش ويريد أش عادي أش يابس في الأصح 13 إلى 25 فلما اكتشف أنه هو شوية أش أخذ روح لاتضاع وفي العهد الجديد يقول السيد المسيح تعلموا مني لأني أنا وديع ومتواضع القلب يا أيوب قبل ما ييجي أو يتجسد كلمة الله ربنا سمح له بالتجارب علشان يدرك حقيقة نفسه أنه شوية أش ويابس لك ربنا بياخد شوية الأش دول يطلع منهم ملاك الله أهنا هنقف في يوم الرب العظيم ونقول يا رب قد إيه نشكرك على خطتك العجيبة مش من يوم ما تولدنا قبل ما يحبل بي كنت مخطط يا ربي وموضب لي أنه أنا التراب اليابس يتحول يبقى موضع دهشة وفرح وتهليل الملايكة ورؤساء الملايكة والشاربيم والصيرفيم هم الحاليا وقفين يقولوا كنا مستهربين زي ما بيقول ماري عقوب السروجي لما السيد المسيح كان في المحاكمات بيتخيل ماري عقوب أن الستة العذرة رفعت عينها كده وكلمت ملاك من الملايك قالت لهم ده لما كان حد من رجال العهد القديم يكون مقدس لربنا وإنسان في عيننا بار كان لما حد يتعبه يرسل ملايكة عشان ينقذهم ورب ورب الملائكة كلمة الله اللي حبل بيا بالروح القدس يبقى في محاكمات قدام الأش اليابس وانتو صمتين فبيقول ماري عقوب فرد الملاك قال لا احنا مش صمتين احنا وقفين مدهوشين منتظرين إشارة منه لأنه ماندرش نعمل حاجة من غير يردته وهو قفل علينا قال محدش يتحرك لأن دي خطة إلهية لخلاص البشرية إذن أحبائي انتفع أيوب لما عرف أنه أش يابس ولكن في خطة الله يقيمه من الأش اليابس لكي يكون له نصيب في المراس الأبدي ويبقى موضع دهشة السمائيين أيضا أيوب استفاد من التجربة أنه أدرك أنه مفيش صديق يقدر يسنده غير ربنا نفسه الثلاثة اللي بيحبوه جدا واللي وقفوا مدهوشين من تجربته واللي كانوا في مرارة وقفوا أسبوع كامل ما بيتكلموش هؤلاء التلاتة مدروش ينقذوه بل قال عنهم معزون متعبون كلكم حتى الشاب أليه مع تعاطفه مع أيوب لكن كان إيه في إيده إيه اللي يقدر يعمله لقي ضعفات في أيوب هو ما كانش بيسخر بيه هو عارف إنه إنسان طقي وعارف إن ربنا سمح بالتجربة ديه عشان يزداد نقاء وتقوى وبر ولكن مفيش في إيد عليه يعمل حاجة فالله أحيانا يسمح لنا بالتجربة عشان نقف كده نقوله مين لينا معين غيرك مين يقدر ينطلق بي من مجد إلى مجد إلا روحك القدوس مين يقدر يعرفني على أسرارك إلا نقمت الله نقمتك الفائقة مين يجعلني في شركة مع السمائيين في التسبيح إلا عمل صريبك وقيامتك المجيدة فالتجارب أحبائي بتأكد لنا إنه المعين الوحيد هو الله اللي أرسل ابنه الوحيد لكي يقدم نفسه زبيحة وخلاصا عن البشرية فالتجارب بتخليني مع محبتي لكل الأصدقاء حتى محبتي لأب اعترافي أو للناس اللي بيخدموا سواء في مدارس الأحد أو أي اجتماعات معينة لكن القادر على تجديد قلبي هو الله هو اللي يقدر يجدد قلبي يوما في يوم هو اللي يقدر يخليني في صلاة باكر أقول العبارة المشهورة لنبدأ بدءا حسنا ما فيش ما فيش إنسان يقدر يديني يقولي أنا النهاردة حياتك حتتغير لكن مسيحي والثالوس القدوس هو اللي بيقدر يديني الإمكانية إن أنا أبتدي بداية جديدة مع كل صباح أيضا من بركات التجارب إن بإيماننا بربنا نتحدى الموت حتى إذا موت فبيديني ربنا إن أحمل سمات جديدة شغلة ربنا كده كل مرة بتقابل فيها معاه مع شعوري بالضعف الشديد وزي ما قلت قبل كده إن احنا أش يابس لكن بيطلع مننا أناس الله القديسين ويطلع مننا أناس موضع دهشة السمائيين ويطلع مننا حاملين المؤطنة السماوية لما بنسأل حد يكون كده تلامس مع ربنا أنت من فين مش هيقولي أنا من اسكندرية ومن مصر وبن سويف وصعيد هيقولي أنا جاي أنا من السماء أنا أخدت جنسية جديدة بالمسيح يسوع ولذلك زهبي الفم قال كلمة مش خاصة بالكهنة لكن بينا كلنا قال له أيها الكاهن أنت أب البشرية كلها ما درتش أقول أنا كاهن كنيسة ماري جيرجس في منطقة كذا لكن أنا إنسان الله اللي ربنا ممكن يشتغل بي يمكن مكالمة التليفون لواحد في استراليا ولا في أوروبا ومالمكالمة وأحنا بنتكلم مع بعض ممكن هو يتقابل مع المسيح ويحب ربنا ودي نقطة مهمة أن أنا سواء كاهم أو كشخص علماني إن صح التعبير حدودي مش البلد اللي أنا فيها ولا الأسرة بتاعتي لكن حدودي هي كل البشرية أولادي وإخواتي وأحبائي هطلع فوق هلاقي آدم وحوة مش هقول جده وجدته تيتا أبدا أبدا مفيش زمن هناك مفيش واحد هيبدا جده فلان وده حفيده فلان أبدا هنبقى كلنا أعضاء في جسد المسيح كل عضو محتاج للعضو الآخر والكل يشبع من الرأس اللي هو المسيح أيضا من بركات التجارب أو التجربة في حياة أيوب أنه إن كان أيوب دهب ومقدس ويعني قبل ما ييجي النموس وقبل ما ييجي العهد الجديد كان سائر في طريق ربنا غير إن ربنا من خلال التجارب بيزيد دهب بتاعه ويبقى أكثر نقاءا يقول إذا جربني أخرج كالذهب بخطواته أمسكت رجلي حفظت طريقه ولم أحد من وصية شفتي لم أبرح أحبائي أحنا أحنا في عز أحنا في عز حتى في وسط الضيقة في الوقت اللي فيه واقف الشيطان شمتان في الوقت اللي فيه إيدين ربنا واخداني في حضنه ويقوله إنت جواي ما تعلقش أيضا أيوب استفاد من حاجة في غاية الأهمية وهو إنه كان على حفة الخطر في البر الذاتي فبالتجربة بدأ يحسنه ضعيف وبالله قوي مش ضعيف ويائس وتعبان ومحطم ضعيف لكن إمكانيات القوة موجودة لأنه هو في حضن ربنا أيوب كان يظن أنه حكيم وكان بيقوله من كل حتة يسأله ويطلبه حكمته لكن لما تقابل مع ربنا وتعرف على ربنا قال له بس أنت الحكمة بتاعتي ولذلك قيل عن السيد المسيح أنه حكمة الله قوة الله إيه ده وكنت منطلق من يوم إلى يوم في حضن ربنا وكنت مشتاقة شوف ربنا لكن ده بش فضل مني ده نعمة ربنا الغنية اللي معان ربنا بالأذن سمعت عنه لكن أما الآن فقد رأيته إيه رأيته عيناي فأدرك أنه ساعدته فالله اللي بيشرق بنوره عليه بعد ما تكلمنا عن بركات التجارب في حياة أيوب وفي حياتنا أحنا سواء أحنا كأفراد أو في أخوتنا أي أن كان من الأسرة أو الأصدقاء أو حتى الغرباء عايز أبص كده يا ترى أيوب لما السيد المسيح صلب وجه مات المسيح طبعا بعد عذابات محاكمات وترياء عليه وجلد وفي المسامير سمروا على الصليب أمور كثيرة وترياءة من اللصين وبعدين واحد منهم تاب على اليسار كمل الحديث الصعب ضد المسيح يا ترى لما مات المسيح وطلعت نفسه إلى الهوية عشان ياخد كل الذين ماتوا من قبل وينطلق بهم إلى الفردوس إيه ما شعرك أيوب يقول ياه أنا ما كنت يا ربي أعرف إن أنا في المجد ده كله إنك خليتني أشفع في الناس أصدقائي اللي وقفوا ضدي وترياءوا علي والأحزنوني من أحاديثهم وخليتني أكون أنا شفية عنهم لكن الشفية الحقيقي هو أنت دخلت الآن وحملت أنت آدم الثاني حملت كل المؤمنين منذ آدم لغاية النهاردة وستحمل الأجيال اللي جايك كل من يؤمن بيك لكي تدخل بيه إلى حضن أبيك قد إيه كان العز بتاعه وهو يقول أنا ما كنتش فهم إزاي ليه أكون شفية لأصدقائي النهاردة عرفت إن الشفية الحقيقي أنا كنت رمز للشفية الحقيقي رب المجد يسوع اللي يشفع عن كل المؤمنين وده يخلينا يا حبائي نقول مع أيوب ونشترك معاه نفسنا يا ربي أيضا نحب كل البشرية ونصلي من أجلهم ونطلب أيضا خلاصهم حتى الذين يقاوموننا حتى الذين يهينونا حتى لو وقفين ضدنا ويشماتوا فينا قلبي متسع زي ما أنت يا ربي محب البشر وأنا عضف في جسدك وحب كل البشرية أكيد لما شاف رب المجد يسوع وشاف آثار الجراحات طبعا في الجسد مش في النفس لكن تعرف على أنه صلب ومات ومنطلق بهم إلى الفردوس وفي اليوم الثالث يقوم يقول أنا مين أنا اللي انت خلتني يا ربي أكون رمز ليك رمز ليك في حبي للفؤرة حتى قبل التجارب رمز ليك لما كنت قابا للأيتام رمز ليك لما أنا احتملت الزكتي اللي طلبت مني إن أنا أنكر الإيمان وبرقة كسبتها رمز ليك لأني شفعت في الأصدقاء إيه ده إيه الجمال ده كله رب ماذا أرد ليك من أجل إحساناتك العجيبة واخدني دلوقتي إلى الفردوس عشان يكون لي نصيب في الميراث الأبدي أحبائي حتما إن كان اعتبرنا إن ممكن لأيوبي بيتذكر بعض الأحداث اللي حصلت قبل موته إن شعر إن دي بركات سمح بيها ربنا من أجل إنه جعله رمز للمسيح وده خلينا أحبائي في دراستنا للكتاب المقدس في كل الأصفار لازم ندور يسوع رب المجد بيبص للسفر ده إزاي طالب مني إيه علشان أكون شريك معه في المجد الأبدي طالب مني إيه علشان أتمتع بنعمته المجانية اللي دفع تمنها على الصليب لما نتذكر آلام وأتعاب وضيقات أيوب بدل ما نحس بالمأساة بتاعته نتذكر التهليل بتاع قلبه لما تقابل مع المسيح مخلصه بعد ما مات على الصليب ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة نحن مع كل السفر من أصفار الكتاب المقدس نتذكر ماذا يفعل رب المجد يسوع حتى الآن من أجل خلاص العالم ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة وفرح البنى ويدينا بركة أيوب البار اللي التجارب خلته أكثر برا في المسيح يسوع اللي لم يعاصر رب المجد يسوع لكن التقى به عندما دخل المسيح ولم كل المؤمنين بتقول عهد القديم ربنا يدي نعمة وبركة ويدينا أننا كلنا نشتغل بكل قوة بفرح وبتهليل نطلب مع أيوب نقول له العبارة الجميلة زمان يا رب سمعت عنك بالأذن أما الآن فقد رأتك عيناي بشوفك أنت مش غريب عني أنا في حضنك أينما ذهبت أنا جواك أنت الطريق اللي بتخدني بتعبر بي من مجد إلى مجد أنت اللي بتفتح لي أبواب السماء أنت العامل في قلبي وفي فكري وفي وطفي وإنساني الداخلي ومقدس أيضا جسدي وكل ما في داخلي ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة بصلوات أيوب البار وأيضا كل أولاد الله القديسين وأم النور الطاهرة مريم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نتعنا بالكلمة بتاعتك نراك متجليا في العهد الأديم وفي العهد الجديد ولازلت يا ربي تتجلى في أولادك وأحبوب بناتك وأحبائك خاصة الأطفال الصغيرين والمجربين والمتضايقين إن كنا أحيانا نقل من التجربة لكن أنت ربي تحولنا من التراب والأش لكي تجعل مننا ربي أيقونا حية ليك مع كل يوم مع كل صباح نتلامس مع نعمتك التي لا تشيخ ولا تقدم ولا تنتهي نعمتك ربي فلتعمل في الكنيسة كلها مع البطركة والأسقفة والكهنة والقدام والخدمات ومع الأطفال والشبان والشيوخ ومع كل المؤمنين أينما وجدوا بل وتعمل مع غير المؤمنين لكي تشرق بنورك عليهم لكي يعرفوك ويتمتعوا بخلاصك ويرو الأمجاد الأمجاد الأبدية اللي أنت عددتها لأولادك مبارك هو اسمك يا رب كم من أيامنا كلها يا ربي إننا لا نكف عن أن نطلبك أنت يا ربي قلت اسأله طعته مهما تكن التجارب أو الضيقات أو الأحداث وجودك يفرح البنى زي ما فرحت قلوب الثلاث فتية في أتون النار في العهد الأديم وزي ما فرحت قلوب دانيال وسديت أفواه الأسود وزي ما فرحت الكثير من الشهداء وهم من بيستشهدوا وهم من يا ربي بيتقلموا نباركك نشكرك نسبحك على كل عطياك التي لا تعد أعننا على خلاص نفوسنا واسمح لنا يا ربي أن نردت ما علمتنا إياه يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خفزنا الذي للغد أعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا المزنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين